مرحبا بنات كيفكم اليوم رح احكي لكم عن استخدامات سودو كريم اللي موجود باغلب البيوت طبعا هات شكل العلبة بيجي هيك من برا وشكل اللي كريم من جوا بيجي بهات الشكل تمام اليوم رح احكي لكم عن 6 استخدامات له ممكن تفيد كتير بنات اول استخدام لسودو كريم ممكن نستخدمه بينه نقلل التصبغات والبقع الموجودة على بشرتنا اللي ممكن تكون بسبب حب الشباب طلعت ببشرتنا فممكن انه نحط نقطة على مكان اللي فيه اثر للحبوب او مكان اللي فيه عنا تصبغات ونتركه على بشرتنا ثاني استخدام انه بيعالج حروق الشمس اذا تعرضنا لاشعة الشمس بشكل كتير كبير فممكن نحط سودو كريم على الحروق اللي بتصير ببشرتنا رح يعالجها ويخفف ثالث استخدام انه بيقلل الحكة للناس اللي عندهم طفح جلدي او بيعانوا من الاكزيما فممكن انه ناخد منها الكريم ونحطه على المنطقة المصابة ونخليه طول الليل وبنظرنا ان نكرر هاي العملية لحد ما تختفي الاكزيما او تقل عنا الحكة رابع شي سودو كريم بيعمل على تفتيح البشرة وخصوصا المناطق الحساسة مثل الركب والاكواع ومنطقة الاندر ارم وممكن تحطوه لحالو او تمزجوه مع شوية من زيت اللوس المر طبعا بتحطوه على بشرتكم قبل النوم وبتخلوه لتاني يوم وبتستمرو على هاي العملية لحد ما تشوفو نتيجة خامس استخدام لسودو كريم اللي هو لحب الشباب هو اصلا مكتوب عليه انه بيعالج حب الشباب فممكن انه لما تطلع عنا حبة نحط سودو كريم عليها لانه بيعمل على تشفيف حبوب البشرة طبعا ما نحط على وجهنا كله بنحط على الحبة لما تطلع سادس شي ممكن نحط سودو كريم بعد ازالة الشعر من الجسم لانه بيعمل على تهدئة وترتيب الجسم وبيبنع ظهور اي حبوب او انه نشعر باي حكة وهيك بنكون خلصنا الست اشياء ان شاء الله تكون فادتكم وبشوفكم بالفيديو الجاي سلام